دلوقتي بس بجيب سؤال مهم أوي هل يترى المشروبات الصحية الدافئة أو الساخنة أفضل ولا المشروبات الباردة أفضل إيه هي المشروبات الصحية الساخنة شوية شاي شوية شاي كوشة لما يكونش تقال شوية ينسون قرفة بردقوش نعناع ينسون حلبة كراوية كركدية عندنا حوالي 22 مشروب فتلة كده حطها في شوية ما يسوق ده صحي جد خلاص ممكن أحط اتنين على بعض ممكن أحط شيء على نعناع ممكن أحط قرفة على زنجبيل ممكن أحط ينسون على شمر ممكن يعني أنت ومزاجك خلاص المشروبات الساخنة في الصيف والشت طب هل يترى أنا عطشان في الصيف أشرب حاجة سخنة أيوة لو حضرتك عطشان في الصيف شربت كوباية سخنة تقدر تستحمل العطش ساعتين ثلاثة لكن لو حضرتك في الصيف وشربت إزازة بردة أنت عاوز إزازة واثنين وثلاثة واربعة وهاكا نحن عاملين في كتابنا التغذية العلاجية المشروبات وفايدتها يعني الينسون مثلا ده حاجة مهدئ ويروى الزور الناس اللي يعني بيشتغلوا بصوتهم مدرسين أطباء ناس عايزين صوتهم بيأزن في الجامع لما يشرب شوية ينسون سخنين كده هيروا يقولوا الصوت جدا قبل خطبة الجمعة تشرب حاجة دافية مهم جدا مش كده أقول ليه طيب لو قلنا مثلا أنه أنا محتاج دايما كل ساعتين حاجة دافية علشان ما نسيبش الكلية تنشف أنت ليه تعذب نفسك في بعض الطلبة والطالبات يطلعوا للمدرسة أو الكلية من الصبح الساعة ستة سبعة يرجعوا الساعة خمسة ستة ما شربوش ولا كانوا حاجة نشفت الكلية نشفت العرق نشفت اللسان نشفت الدموع أنا معرفش أنتوا تعملوا كده ليه يعني يجي لنا ناس يكشفوا عندنا بيعذبوا ناسهم طوله نهار أصلاحنا كنا في الكلية ما الكلية فيها كافيتريا بلاش كافيتريا شوية مية سخنة عندك معاك في تورم الصغير في شنطتك تفتح وتشرب اللي أنت عاوزه كل ساعة كل ساعتين نص كوباية سخنة وقال للك كلية تنشف والعرق ينشف والدموع تنشئ الدنيا إحنا مجموعة سوايل نعلم الطلبة إزاي لا في ناس بقى طوله نهار تشرب مية المية مليانة كلورو مليانة ملوسات المية اللي في الحنفيات دي تموت يعني شفت واحدة بتاعت السمك جايب سمك وسمك عمالي تنطت كده فبتحط له مية فقلت له المية دي من الحنفية مية الشرب بتاعتنا قلت لا مية الشرب بتاعتنا تموت السمك قلت له مال دي مية دي قلت له المية دي جايبها من النيل مية بحطها معلهاش كلور معلهاش مواد حفظة عشان ما تموتش السمك هل تصدق ان المية بتاعتنا ممكن تموتنا ويجب لنا فشل كلاوي انت انت متخيل يبقى أنا لما أغليها أغلي المية دقيقتين ثلاثة لو فيها ميكروبات ماتت عرفت ليه المشروبات السخنة أهم من المشروبات السخنة